بسم الله الرحمن الرحيم إخواني المسلمين في كل بقاع العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم باسمي وباسم جميع طاقم منظر صوت العدلة كم تمنيا لكم عيد مبارك سعيد كما أتمنى من العلي القدير في هذا اليوم المبارك أن يلم شمل كل مغترب بعيد ويشفي كل مريض ويرحم موتنا كما أتمنى لكل حجاجنا الميامين حجا مبرورا وأتمنى كما أتمنى من كل أعماق قلبي أن يجدكم هذا اليوم المبارك في أتم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب إخواني المغاربة داخل أرض الوطن خارج أرض الوطن مناسبة المناسبة الغالية لدينا المسلمين كاملين كما أتمنى من كل واحد يكون معيد مع العائلة دياله باش تكتمل الفرحة دياله ولكن هناك ظروف وهناك كاللي كيعيد بعيد على العائلة واسميته ما كان عادية ظروف ظروف الحياة كل واحده وظروفه واسميته المهم هو ابن عدم يتواصل ويسول في العائلة وكتكون تتكون تكون نهار كبير عند الله وتتكون فيها حسنات كبيرة واسميته إلا كان غضب بين شي وحد ولا تقليقة بين جوج هذا هو اليوم المناسب بشي 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 وإن شاء الله كما قلت تكونوا دبحته وبيخيره على خير وتكونوا شويته وكليته لحقاش نهار بيال شواء ونهار ديال اسميته ديال المجمر نهار كما تقول المغاربة نهار ديال المجمر وواعدة تمنى كل واحد استمتع مع العائلة دياله وفرح وليداته اللي عندهم أولوية خاصة لحقاش الأطفال تتبقوا ديما عندهم أولوية وتيفرحوا في هذا النهار تلبسوا حويجاتهم وتمشوا عند الفامي ديالهم يدوروا معهم هذا يعطي خمسة درهام هذا يعطي عشرة درهام هذا يعطي عشرة درهام تكون نهارتين انتظروه بفارغ الصبر تكون التفاتة لهم وبنادم يحاول يفرحهم لحقاش تهوما كل مرة الضحكة دياله ما كتتبعش باسميته بالفلوس وما كتتسواش الفلوس أحقاش بنادم مرة كي يضرب تمارها ويضرب على الوليدات قصده الإسعاد ديالهم وقصده يصالهم الى بر الامل بهذا المناسبة الكريمة الجليلة سنخرج شي شوية على اسمه تعلم الوف قد كان نهضر معاكم على القضايا الجينائية هذا النهار ماشي دياله هذا النهار ديال باش نتشاركو نتشاركو المسائل الشخصية وقررت فهذا النهار هذا بالضبط نقول لكم كيف يعيش الداركي لأننا ابن الدارك نقول لكم الداركي كتير ووز العيد دياله هو ووليداته ومرته وسميته باش بنادم ياخد فكرة على هاد الناس هما وسميته الامن وبالخصوص تحية حارة الجنود المرابطين ديالنا فسميته في الحدود في الشاريط الحدودي في الصحراء المغربية لهم تحية خاصة لدوك الناس لحقاش يستحقونها يستحقونها لحقاش كي يضحيوا بكل شيء ويتوجبوا علينا باش نحترموهم و باش نقدرهم على الأقل اللي في جهدنا و نقدرهم و نحترموهم و تكون عندهم مكانة خاصة و يكون عندهم اعتبار خاص عند نحن المغربة لحقاش تحية ديال دوك الناس ما كيعرفاش أي واحد وغنحاول وغنحاول بحكم تجربة دياليد وسط الدرك الحربي نقول لك الجنود والدرك والعناصر ديال الدرك الحربي يتيدون العيد لحقاش سبق اليد وسط عيد كبير في الشاريط الحدودي ديال الصحراء المغربية الناس اللي كيكونوا نظر معاكم على البند البداع في جهدنا اللي كيكونوا خدامين في البريقاد وسط تجمعات السكانية في القرى و اسميته باش يعرف بنادم هادك النهار راح كينا 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 تضحيات و على هذا الاساس بقيت نظر معاكم باش تشوفوا التضحيات التي يقدمها الدركي الوطن ديالو ولا شيء ايهون في سبيل الوطن لحقاش الوطن سيرتو انا عسكريين يعني عدنا اه نضحي بحياتنا الى اقتضاة الضرورة من اجل هذا الوطن الحبيب الغالي اه كان اسميته كما قلت لكم كيكونوا جوج بيرمانوس هادوك الجوج اللي بيرمانوس كينا و تاني ثلاثة الناس غد يخرجوا للطريق لكي يكون سيربيس ديالالطريق و أخا نهار العيد كيمشي سيربيس ديالنا عادي كالأيام العادية غد يخرج للطريق غد يحاول يمشي خدم سيربيسه و تيدوز هادوك ستة سواع او اربعة سواع في الطريق اه النهار ديالالرمضان كينلي ما كي و الوقوف ديالهم تمام علاش الوقوف ديالهم بعد الحقاش كتكون حركات تسير كتكون امور امور سميتو امور 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 تبادل كتكون تبادل ديالزيارات ديالالعائلات كتكون طريق بحركة و تيوقفو تمام من أجل امور تكون هديك الحركة ديالالمرور تمر بدون حواديث لحقاش نهار اللي يسميتو نهار اللي كبير عند الله سنحاولوا يدوز بلا حواديث بلا شي حاجة يدوز عادي و تكون حركات المرور تمر في سلاسة هذا هو وعلى شي يعني و تيدرحيه ما تيمشيش يقلس مع وليداتو ما تعيد معهم كما يجيب كما تيديرو جميع المواطنين ولكن هداك خدمته و هداك 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 هو النظام ديالنا و سنعل هذا الشي و قبلنا هذا الشي و نديروه بفتخار لحقاش ذاك الشي تيدخل في إطار بفتخار و سلامة و الحماية للشعب المغربي و كانت تخدم هذا الوطن و كانت تخدموه باسميتو و بالأخص يكون بنادم عسكاري يكون عسكاري يكون إخلاص تهم الوطن يكون بنادم تضحيات تضحي بأي حاجة من غير هذا الشي يدبح بنادم الذكيين الجهة درمية و تانيين اللي ما عندو من السربيس الأولو و مغي يخرج تالليل هذا كره محدود تيكون اسميتو تيكون تيدو الصباح تال الأشياء ولا عاد كيت تحزم يمشي يخرج السربيسو يخدم عادي كبقي كسائر الأيام من غير هذا الشي و كتتدوز الأمور كتكون تبادل ديال الزيارات ديال العائلات ديال الدراكيين لحقاش تحنا تكونوا عائلات يكونوا وليدتنا معارفين مع وليدت فلان تنسوا بعضياتهم لحقاش نعيش وتمت فارض عليك سربيسك و فارض عليك خدمتك باش تعيد ما تعيدش مع وليدك تنتاو ما تعيدش في بلادك و ما تعيدش بالقرب من الأحباب ديالك هذه هي سنة الحياة وهذه هي خدمتنا و كان فتخروا بها وتنضير ذلك شيء بكل بكل اعتزاز بنامتين يدير ذلك شيء بكل اعتزاز لحقاش كي بغي خدمته وهذا شرط من الشعور و تبغي خدمتك لحقاش كي بغي خدمتك ما تدير بها تفرق معها من غير هذا الشيء نعود لكم على واحد اسميتو على واحد تجربة ديالي كنتدووز ديما خلاص العيد كنتدووزو بعيد على العائلة ديما لحقاش كي يمشي في جدر مياه كي يمشي عيد مع وليديه في ذاك النهار كي يمشي والناس لعزارة لعزارة لحقاش ما عندو فين يبدباح ما فينا اسميتو كتلتفت الجهاز الداركتي وكتعلطها أولوية ويتم تلقىその العيد الأولى لكي يمشي مع وليديهم بها لا يمكن أن يمشي ولكن كنتي شيء ضرورة لا يهم شيء ضرورة لكي تفرضها ضروف ليسفيد ولكن أغلبية الأحيان لكي يمشي بخير وبخير بخير وكي يمشي و الى عيه يتمه يحتضن الزملاء يأكل عند هذا ويأكل عند هذا ويأكل عند هذا ويأكل من الحواله كاملين الى حتى ما فعلنا الظروف لاحقا كان يبقى وحنا كيكون عندنا إسبري دو كامرادري يجب أن نكونوا بحل الخوت يجب أن نتجاوزوا بعضياتنا لا تكون مؤاخدات يعني كتلقانا سودي كتلقانا سودي بعضياتهم وهذا افتخار واعتيزات يجب أن يفتخروا به ما من غير هذه القضية نعود لكم على كما قلت لكم عيد لا تكون شيء جوجل المرات ما صار المعنية الكامل لعيدت مع والدية من غير هذا هذي 25 سنة كاملة أما باقي السنوات كنت كان عيد في سربيس نخدم سربيسي وكان عيد مع وليداتي لا تلقتني الوقت لا تلقتني الوقت لهم يعيدوه وهنا كنحي الزوجات ديال الدراكين الأبناء ديالهم لحقاش الدراكي تيضحي هذا كواجب عليه وكوالكين يضحيه معه العائلة دياله الصغيرة اللي كتكون قريبة عليه لحقاش تيضحيه لحقاش تيعيدوهما الدراري الوليدات ما تيكونش الأب ديالهم تتكون نقصهم شي حاجة الزوجة كين ما تيعيدش الزوج دياله لحقاش الضروف ديال الخدمة فرضات عليه باش ما يعيدش تهيا كالضحي يعني هاد الناس خلصنا نعطيهم تحية خاصة كما سبق لي وقلت وده با غادي نهضر معاكم على واحد تجربة كنت دياله لحقاش باش يعرف بنادم كين ليدارها فاسميتو في كومنتر قالك الدراك الحربي تخصص لا يا أخي ماشي تخصص جادر مياه كامل اللي كتشوف كامل في المغرب عنده ديك سعنا من اللي كنت كانت عامية كانت عامين ديك سعه كتجيك في المسار المهني ديالك اما في الول ديال يالله بديتي ووسط السنوات المسار الوسط المهني ديالك ولا في الاخر المسار المهني ديالك ابحالنا جاتني في 2012 جانب كيجيك ميساج ديالك تيعينه تختم ديك العامين اللي كنحسبوه احنا واجب وطني كنمشي ونخدموه الى جانب الجنود المرابطين فاسميتو في الحزام الامني ديال الصحراء المغربية كتجيك عامين في ديك العامين كتجيك كتجيك تهزهم وتدهم وتعني لديك البلاصة الجديدة لتعين فيها يعني الدرك الحربي ماشي تخصص هذاك واجب وطني كنت انا مشيت في 2012 كنت مشيت في 2014 دخلت من الصحراء دوست عامين ديال يتم تنقلت مجموعة ديال 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 المناطق ديال الحزام الامني ابتداء من جهة ديال من السكتور ديال بديت بالسكتور ديال والدرعاق امور السكتور ديال والدرعاق مشيت للسكتور ديال العيون سمارة كان ديك سعى للسكتور العيون سمارة امورها مشيت للقرقارات اللي كيدخل في النطاق ديال اللي تابعته ربياً للسكتور ديال الداخلة والدهب الساقية ديال الداخلة ديال والدهب المهم تنقلت في جميع القطاعات العسكرية كما في هاد العامين خدمت كان لي الشرف باش نخدم وحد المدة مع المستشفى العسكري اللي كان فاسميته في الزعتاري اللاجئين سوريين كانت مشيت لي وفا الفين وطلطاش فاشمشيت لتما دوست واحد مهمة اللي هي جليلة رفقة العطباء العسكريين الذين احييهم من هاد المينبار الناس في المستوى دووزنا معهم قد صدقات افتخروا بها الى يومنا هذا صدقات عندي معهم ناس تهوما يضحيوا بكل غالي ونفيس في الخفاء الناس اللي مكيعرفش بناد من التمر اللي يضربوه ولكن كيندي ميسيون مشيت معهم وكنشوف المعاناة ديالهم وكنشوف التضحيات ديالهم هادوك الناس تهوما خدام ديال الوطن في صمت وكان حيوم مرة اخرى من هاد المينبار كنت لكم في 2012 وكان جاني دوست العيد الكبير كنت دوسته تماما دوسته مع واحد الوحدة التي افتخروا بها اللي هي السيزيام بريموتو سيزيام بريموتو سيزيام بريموتو سيزيام بريموتو كنت تخدم مع ذوك الناس ونظهر السومة الطيبة ديالهم ولي كينا عندهم وأفتخر دائما أفتخر بأنني للشرف بأنني خدمت في ذاك الوحدة اللي هي مفخرة ديال المغربة كاملة العيد تماما كنت نحضر معاكم على العيد كنت يزيد تماما كنت يفكر في معداء الجنود كما قلت ذوك الناس يستحقون التقدير كما تعيش نحن نرى كان يغي عامين كان يدوز 36 سنة 24 سنة كل واحد يعني وخلال هاد المدة يدوزه يدرون تضحيات كبيرة وكبيرة بزع ولادهم لا يعيشوا معهم ديما بعد عليهم تم الظروف لا يعيش لا يعني لا يوجد الغلخلا الماء يتعطيك بالقياس لنحن في منطقة صحراوية كل شي موجود الأكل المسائل يتوفروا الجيش ويوفروا للجنوب من هذا الناحية هذا الشيء موجود والتاهمة في العيد هذا الناس يدبحون كل أربعة أو خمسة الناس يدبحون تاهمة ويحتفلوا ويرتقوص تاهمة ويكون هذا الشيء وقت يكون بعيدا على العائلة ولكن بنادم رمعها الزملاء وهذا كواجب وطني ما عندنا من يفعله وعندما ما يحصل على الروبيني وقد يساعد المارة في الأطلاق وقد يدعون المارة في البرامل وكذلك الناس لا ينحلهم لنهار دائما في الوحبة الدفاع عن حوزة الوطن ويوجد معهم وإننا تجدون بطيون يجمع بطيون في العيد فهو جاندارم تروا جاندارم كيكونوا تما كي اديو المهام اللي كي اديوها فاسميتو مع السيفيل تما كيكون كان مرسو مهام وكتكون عدنا الصفة ديال ضابط شرطة قضائية عسكرية وهنا كيكون ضابط شرطة قضائية تما فاش كاتمشي لتما كيولي المسائيل اللي 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 مدنية ما تتبقاش عندك معها علاقة لمدة سنتين حتى تكمل ديك الخدمة الجليلة عاد كتدخل عهو تاني الجدارمي عادي عهو تاني اللي كتشوفو وكتخدم عاو تاني خدمة ديالة البلصة حقاش كلها بلاصة عندها قانون ديالها وكلها بلاصة عندها حقاش ما كتتعامل مع عسكريين عسكريين اللي خصنا نفتخروا بهم وخصنا نقدروا التضحيات ديالهم هما والعائلة ديالهم ويكون تشريف لهم لهدوك الناس لحقاش تضحيات بيقدرش يعرفه شي واحد اللي ما مشاش تما ما يعرفش مؤخران كان مشا فريق برلماني مشتها التما باش يوقف عن قرب على التضحيات ديال هالناس والضروف ويكون يعيشوا ويكون ولكن هذاك فخر وهذاك وطن ديالنا وليش كنقول لكم هالناس خصوم يتقدروا تيضحيوا بكل شي وشنا هو الهاجيز ديالهم هو الحفاظ على الحوزة ديال التراب وتعيش التراب الوطني وتعيش انت هنا هاني تقا هو فقط دير رجل على رجل وبيخيروا على خير رقراس لهادك لهادك العسكري اللي حامي البلاد واللي مضحي بكل شي وتي يدبحوا بعادي كين كل شي موفر من مستلزامات ديال الاكل كاملة كينة ولكن ضروف صحراوية قاسية كينة هتا هي ما كينسا ما كيعرفاش بنادم ودجاة درمية يعيشو كينما قلت لكم ثلاثة ولا كيكونو ستهاد الباطايون تيكونو تحنا تعطونا لعيد ديالنا كيندبحو وكان شوي وتحنا بحل سائر سائر الناس كنتواصلوا مع العائلة ديالنا كنتبادلوا معاهم التعنيئة ديال العيد كتحاول تتحاول تتحاول تتدريري لحقش لابلي باردي طون فهد النهار كتحطر معاهم كيمقاوية كيف خسك تواسيهم خسك هذه تتحاول وخاءة التأثر ولكن لا شيء ايهون امام الوطن امام خدمات الوطن وكان افتخروا بانه كان لنا الشرف باش تخدموا تمال حقاش هذاك افتخر واحتجاء واعتزاز خصوه يعتزز بها بالنادم وكما قلت لكم تتوسيل الوليدات تتعاية على مولادة الدار اللي تخليها مدة سنتين فيها الراجل فيها المرأة فيها الأب فيها الأم بالنسبة للدراري وكتحمل المسئولية ديالها كاملة في غياب الرجل ديالها اللي عنده واحد الخدمة جليلة كي اديها في الصحراء المغربية على الحزام الحدودي كي يكمل ذاك النهار كتتواصل مع الوليدات تتحاول تواسيهم رغا دين جي رغا ما بقى لي والو قتلي واحد العشرين يوم ولا وغا دين جي كتواسيهم باش يدوزوا ذاك النهار وكتوسع ليهم الأم لحقاش كيكون حانين ديالأبناء وما كتتقبلش باش تضربهم ولا باش تدير ليهم ولا هدي لحقاش كيكونوا بعاد عليك وما كده تقولوا الكتاهم ما كي فاش كتفتح وكين دابا الحمد لله كين وسائل تواصل اللي كتخضر مع ابن ادم يشوف فيه كتشوف فيه فما بالو كان الناس اللي دابا ركي اللي مت فيهم كان جدد عليهم الرحمات شو هذا ديال الواجب الوطني كينين ديك الساعة ما كان لا تليفونات لولا دوك الناس تضحيات دياله وخلاص لا تقارن ولا يمكن وزنها ما غاد يشترض لهم دك تضحيات اللي رحاولوك الناس الله اللي غادي يجازيهم ودك شكي يروب نادم بضامير وباعتزاز كيم ما قلتوك ان اكد عليها الحمد لله تقول ابن ادم خدمت وكي اعتزز بدك شينا خدمت هنا ودرت وفعلت ودرك القرطاص على بلادي ودرت 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 اعتزاز اعتزاز الحمد لله وكما قلت لكم تيدوز بنادم الامور دياله بخير وعلى خير وكترجع الامور المياه الى ما جاريها او تاني سافي وكي يدوز دك النهار لحقاش غير ذيك فطرع لحقاش كين اكرهات كين خدمات كين هذي صافي كين تحتفل ذك شوية صافي وما كينش تما في انتخزن مثلا عندك تلاجعة ولا عندك هذي ولا عندك هذي الجنود ما عنده بش بتيكوش عندهم ديك ساعة من اللي كنت تساعة الله اعلم واش كين شي حاجة لحقاش ما كينش ضو ما كينش هذي ما يمكنش باش باش غاد يدير كتلقى واحد الفريقو اللي كين كيديرو فيه شي شوية وصافي وتما كيتكالدك شي في نهار ولا في يومين ولا كي يدير قديد الحاجة اللي يدير قديد كي يدير قديد كي ما قلت لكم هكوا كيعيشوا هذي الناس هذو اللي دي ما كان اكد عليها ونعاودها ونكرها يستحقون كل التقدير يستحقون كل التقدير لحقاش عايشته عايشته ما يعيشونه هذو كالناس قصنهزون فوق روسنا وهذوك الناس يكونوا تاج فوق روسنا هذا كفخر دينا وخصص من هذا ما لحقاش بعض المرات كنشوف كتلقى مواطن كي هينفجون دي لا يا اخي كون عرفتي تضحية دي للك سيد تهزو فوق العمارية هذوك الناس يتدارو تاج فوق روسنا كنأكد على هذ القاضية لانني عايشتو هذي شهادة وحسبو عليها امام الله هذوك الناس يستحقون التقدير كنكرها ونعاودها ونعاودها وتنتمنى ليكون في الخيتام اه تكونو دوستو رمضان اه دوستو عيد اه ودبحتو وكليتو وشربتو واحد نصيحة هنا نوجها للاخوان دي المشاهدين اه اللي يدبح شي حاجة اه مثلا لقفها شي زروقيا ولا يحاول باش يستاشر طبيب بطري باش يجي دير معاينة على هذيك سقطة واش هي هذي كل ما ش هي هذيك ناس لكي اه اللي اسميتو الناس لكي اه اللي كي يخزنو اللحم واسميتو تكون الظروف ديال والشروط ديال تكون ملائمة وتكون صحية وبنادم الاكل ما يتكاش على الماكلة ويلقى اللحم ويبضا يضرب لحقاش كي الناس كل واحد والبنية الجسمانية دياله كينا بنادم لم يتحمل كي مرض كي يدير لهم الحصيات واجب قبل ما يديرش بنادم اسرع في الماكلة ديال الحم اللحم لحقاشتها للحم بالزال اي حاجة اليك الترتيم النار اكدر اي حاجة كي ما بعد تكون وخا تكون مزيانة ضررتي منها وبنادمي راعي للصحة دياله الناس اللي كي يعاني ومالامراض المزمينة حاول بنادمي ما يغلقش يلقال مزمر ويقاصة في غالي شوية اللي تشواتيه كل منها الا انت عندك ضرف خاص خصي بنادمي راعي للصحة دياله كما اناشيد الناس دوك الناس اللي كي اه اللي كي يسميتو يشدو الريوس باش يقرملوهم فوق فوق العافية باش ما الازبال ديالهم يجمعوها ويعاونوا الناس ديال النظافة اللي كيتكرفسوا فهذا النهار هذا خصي بنادمي عاونهم وكل واحد يجمع اللي دار شيز بالحاشاكم خصو يجمعوه وتكون عندنا غير على بلادنا وتكون غير على الازيقة ديال الحي ديالي بقى نقي بقى هدي مش يكون شرميه لصحاب النظافة لحقاش كي يكونوا في ذاك النار تماما ديب باسي كتكون الازبال كتيرا وكيكون اسميتو كيكون ديب باسي تحنا نعاونهم لموقع ديالنا وشكرا وكان نتمنى لكم تكونوا عيدتو على احسن ما يرام ونتمنى ابن دميكو يكون دوز نهار فرح فيه العائلة وفرح فيه الوليدات والتهوى فرح والى اللقاء فرصة قديمة ان شاء الله اخواني الاعزاء